نفى المركز الأعلامي لمجلس الوزراء ارسل الحكومة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة مقدرة بنحو ألف جنيه وأشار المركز إلى أن كافة المنح والمساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة يتم الإعلان عنها بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بوزارة القوى العاملة سواء على الموقع الإلكتروني أو صفحة الوزارة على موقع فيسبوك وليس من خلال التواصل مع المواطنين هاتفياً أو عبر الرسائل النصية كما حذر المركز المواطنين من الإدلاء ببياناتهم الشخصية لأي شخص يدعي انتساب الوزارة وأكد أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه الواقعة